بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنتناول شرح مادة إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة المستوى الثالث مفصل الدراس الثاني مادة إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة مكتور مسترع كمال واحد المحاضرة الأولى بنتكلم فيها عن ثلاث حاجات الخاصة سنعمل المشروعات الصغيرة في ساتف شيرUp عنوائ ا host 2 ثلاث مفهومة المشروعات الصغيرة مع معيات الكثيرة لتحدث مفهوم المشروعات الصغيرة أول شيء القانون تنمية المشروعات الصغيرة عام 2004 بيقول مشروع صغرية كلها منشأة فردية يعني منشأة صغيرة بتمارس نشاط انتاجي يعني بتشير خمال انتاجي بتشير خمال او تجاري تشير سلع وتعيد بيعها بربحية او خدمي يعني تشير سلع عشان تقدم خدم ورق سمالها اتهوح بين نصف مليون جنيه الى مليون جنيه ولا يزيد عدد عاملين بيعها حقيقا التعريف ده كويس لانه في اكتر من بند النقطة الاولية بيتعرض لانواع مش هتصير وايه سواء انتاجية او تجارية او خدمية نمر اثنين بتعامل تناول بند رأس المال نمر الثلاثة بتناول عدد اللي عاملين بها انواع عدد من صبير في حدود 25 عام بنك التنمية بعد كده الصناعية بيعرف المشروع الصغير والمشروع لا تزيد تكلفته الاستثمارية بعد استباعت الارض والمبانع عن واحد واحد من عشر مليون جنيه برضو تعريف كويس بس لتناول عنصر واحد وهو التكلفة او رأس المال اتحاد الصناعات المصرية بيقول ان المشروع الصغير واي مشروع يبلغ حاجم استثمارات ونصف مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين به عن مية عامل طبعا التعريف ده في حاجته الاستثمارات وعداد العامل في معيارين وزارة الصناعة بتعرف المشروع الصغير بتقول هو منشأة قيمة اصوله اقل من نصف مليون جنيه وبيعمل بها ما بين عشرة الى مية عامل بعد التخطيط بيعرف المشروع الصغير وهي تلك المشروعات التي توزف ما بين عشرة الى تسعة واربعين الجهاز المركزي التعبال العام والاحسب وهي منشأة توزف ما بين خمسين الى مية بعد كده بنتكلم عن انواع المشروع الصغيرة نقدر نقسم منشروعات الصغيرة الى خمس انواع زي ما قلنا اول حاجة مشروعات انتاجها وصعب وده عبارة عن ورس صغيرة او مصانع صغيرة بتيشتري الخامات وتعمل عليها اجراء عمليات تحكم نمر اثنين مشروعات خدمية تقدم خدمات زي ورش اصلاح تلاجات تفسالات الى اخر اجهزة كمبيوتر نمر الثلاثة صناعات مبازية لصناعات اوخوديت والطبع ضده زي المشروعات المتاجية بتنتج سلع صغيرة تخش بسلع قدر زي الحاجات الفغوليس بتاعت العربيات الى اخر اربعة مشروعات زراعية او انتاج حيواني وده بتنتج مع حصيل وحبوب زي الامح والرز والحاجات دي وفواكه وتربية حيواني اخر حاجة منشواءات تجارية اللي هي سواء جملة او تجزئ خصائص العامة للمشروعات الصغيرة فيه هنا خصائص كتير اول حاجة سهولة اجراءات تكوين وانخطوات مصاريف التكوين تأسيسي نمرة اتنين باستقلالات المشروع ومرونة تتركز ادارة المشروعات الصغيرة فيه هنا للمالك او الملاك وبالتالي بالمهاء الى مشروعات الصغيرة التميز ببساطة التنظيم الدورة المستندية بتبقى بسيطة وفاعلات الاتصال وتستخدم خطط واساسات مرنة يعني اقدر غيرها بسهولة والعلاقة الشخصية بين المالك وبين العاملين اللي هما شغالين معها في المشروع الصغير من ناحية او بين المالك وبين الاطراف الخارجة اخر حاجة انخفاض مصرفات الادارية والتشوئية بتاعت المشروع الصغيرة اربعة يتوفر المشروعات الصغيرة بفرص عمل لعداد كبيرة من الاشخاص لانها بتعمل في مجالات كتيرة بتنتص عدد كبير فالتميزة المشروع الصغيرة ان هي ضغم لكل مشروع بياخد عدد قليل لكن في المجموع مشروع صغيرة بتنتص عدد كبير والعداد الكبيرة من العاملين دي بتكون اي مشروع في عمالة متدرجة من المهارة اربعة المشروعات الصغيرة بتعتبر بمثابة مركز للتدريب الذاتي فمنها ممكن اجيب عمال ما عندهمش اي مهارة وبيكتسب المهارة ايضا اصحابها بيكتسب الخبرة والمهارة مرور الوقت القدرة على التكايف مع المطاهرات اللي في السوق تقدر مشروعات صغيرة تتكايف مع المطاهرة زي تغيير القولة عاملة او سياسات المشروع تقدر تغير فيها بسهولة زود العمال او تقللهم القدرة على التجديد والابتخار في المجال التمييز السرع وتعبئتها حرية وسهول الدخول وخروج من السوق اخر حاجة بقى هي الاتفاع لوقت الامتال سابعة ان معظم المشروعات الصغيرة بيغلب عليها طابع المحل يعني ايه؟ يعني المشروع مثلا في الريق هتلاقي الحاجة اللي بتتعمل فيها من نفس المنطقة لو في منطقة صحراوية مثلا زي الودي جديد ديها تكون تخشفها الانتشار الجراح المشروعات الصغيرة فإن تلاحظوا الجميع المناطق خاصة بالقربية لمصادر مدخلة المهادرة الثانية بالتكلم عن أسس ثلاث حاجات أسس توطين المشروعات الصغيرة سمات اضافية لمشروعات الصغيرة اختيار مجال مشروعات الصغيرة أسس التوتين يعني هنحنحط حصلها فيها اول حاجة مناطق بطالا على المناطق اللي هي فيها نسبة التالة مركبة او بعمل فيها مشقعة. المرة الاثنين. مناطق توفر الخامات. يعني بدارها على المناطق فيها الخامات بتاعت المشروع وحط المشروع فيها. يعني كم مشروع مثلا هيعملت السيء مثلا جبنا قريش. يجب محروض في مناطق بتوفر فيها الحليل او المطق الخامات. وهكذا. مناطق آآآ فرص التساوى. المشروع الصغير بينتج. آآآ عشان يبيع سلع. فنزما يكون قريب من الماكن اللي حيبها فيها. آآآ اربعة تكامل بين الوحدات وصناعها. تكامل الخلف او تكامل للامام. يعني التكامل يعني انا مسلا لو عندي آآآ مصنع مسلا آآآ او مطحب بيعمل دي اي. تكامل للامام يعني بقى او ممكن اعمل مشروع بيستقدم ادي ازاي يعني مسلا مصنع مكرون. وبعد ان تكامل ايضا للامام. ممكن اعمل آآآ محلات او مطاعم كشريح او مطاعم بتستغل من مكرون. ده كله تكمل الامام. تكمل للخلف آآآ انا لو افترضت ان انا عندي مصنع. امح ممكن اتكمل الخلف ان انا اقشري مزرعة وانتج الامح لها. وهكذا. آآآ مناطق تأفر فرص التدريب. ممكن اعمل اخطار المكان من العقود فيه المشروع الصغير اللي هو فيه فرص لتدريب العمالة التحتي. آآآ اسمات اضافية بقى لمشروعات صغيرة. اتماد مشروعات صغيرة بين الخفاض ومستويات معامل رأس المال والعمل. آآآ بتتميز انها قدر استخدم اعمالها كبيرة بالنسبة رأس المال. آآآ نمر دي اتنين علاقة بين الملكية والادارة. معظم مشروعات صغيرة تتميز بعد انفصال الملكية على الادارة. يعني صاحبها بيقوم بالادارة والاشراف على المشروع. انماط الملكية. معظم المشروعات الصغيرة غريبة ما تكون فردية او مشروعات اشخاص. ومعظمها يعتمد على شخص واحد او المالك فيه ادارته. انخفاض الخدرة على التواصل والتطوير. دائما المشروعات صغيرة اغلبها بيبدأ بيستمر بنفس الحجم التعمل بتطور شنتي. انخفاض وفراد الحجم تي بقدرش انتج على التطور كبير. اتفاع كسافة العمالة يعني معظم مشروعات الصغيرة تقدم صادم كمية كبيرة من العمالة. مجال اختيار المشروع الصغيرة. اول حاجة بختار نوع المشروعات. نوع المشروع الصغيرة. فبختار اما مشروعات الصناعية او تجارة. المشروع يقدم خدمات او استراد او توزير او مؤولات. لمر اثنين بنحدد السلع او الخدمات محل التعامل اللي انا هتعمل فيه. نمر الثلاثة بحدد مستوى جود السلع دي. وبعد المشروعات بتتخصص في سلع ازاد جودة عالية او جودة متوسطة او مكار. بحدد ايضا السوق اللي انا هتعامل معه. بيتحدد مصادر التوريط. بحدد اخر حاجة. المادة المغرافي لنشاط طن ونشاع. محاضرة الثالثة. اتطلبات التوصع في المشروعات الصغيرة. عشان التوصع في المشروعات الصغيرة في متطلبات معنا. وبنكلم عن مفاتيح النجاح في المشروعات الصغيرة. واسباب فشل المشروعات الصغيرة. متطلبات التوصع في المشروعات الصغيرة. امرت واحد علاج مشكلة التمويل. معظم مشكلات المشروعات الصغيرة بتعاني من مشكلة التمويل. وبالتالي لابد ان ان احنا وفرها وننشي مؤسسات للتمويل تقدم القروض بفايدة طبعا معدودة علاج مشكلة التسويق امرت اتنين عشان اه اتوسع في المشارعات الصغيرة لابد ان اعالج مشكلة التسويق ازاي وده بيتطلب اه ان احنا اه الناس اللي هي بتعمل مشارعات صغيرة بيكون عادة الشباب بتقسهم الخبرة فلابد ان انا افر لهم الخبرة وعلمهم ادوم محاضرات في التسويق واساعدهم في التسويق اه تدريب بعد كده الشباب على الادارة. معظم الناس اللي بينشيقوا المشارعات الصغيرة لابد ان احنا نقدم لهم اعرفهم يعني ادارة وندربهم وهانقدم لهم المشهورة ولمعاونات في هذا المجال متطلبات التواصف فيه المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة اربعة بيتطلب انشاء المشروعات الصغيرة وجود رقابة على انتاجها عشان انتاجها يتطبق مع المواصفات ويقدم المستهلك ويساعد على التصديق مفاتيح نجاح المشروعات الصغيرة عملوا دراسات كثيرة وتوصلوا فيها ان عشان انجح بالمشروع صغيرة في مجموعة من المفاتيح او البنون اول حاجة ان اختار مشروع مناسب يعني ايه مناسب مناسب دي لها اكتر من معا مناسب لخبرة الرجل اللي هو بنشاء مناسب لرأس المال بتاعه مناسب لحاجات كتير اتنين بناء الفريق يعني الفريق يعني لما اجي اعمل مشروع بكون وبختار مجموعة من الناس اللي عشتغلوا ويديروا هذا المشروع معايا فدول بنسميهم الفريق العامل يابد ان انا اختارهم كواس التدريب يابد ان انا ادرب العاملين والادارة ويكون التدريب هنا في جميع المجالات وبشكل مستمع عشان ارفع منتفاقة الناس نظم الاجور والحوافز لابد ان انا اقدم اجور وحوافز معقولة عشان اقدر اجزب اكفاء للعمل لان انا اقدمت اجور وحوافز منخفضة مش هتجيلي في المشروع او يش حب يشتغل عندي الا نازة والمهارة منخفضة الالتزام بالجول لابد ان انا اقدم المشروع الصغير التزم ان انا اقدم جودة عالية منتج بتاعك جودة عالية من اول يوم ولا اتنازل عن هذا البنك نمر الثلاثة احترم العميل بمعنى احترم العميل نحترم العميل وتعاقداتنا معها ورغباته الى اخره فلابد ان احنا نحترم العميل اعملت معنا عاد هسلمك المنتج كذا او الشهر كذا يبقى نزمن ان نسلم في هذا المعات هسلمولك بالمواصفات دي يبقى نزمن التزم هسلمولك بالسعر ده يبقى نزمن نلتزم دي ثقافة المنظمة لابد ان انا اعمل على ايجاد ثقافة جديدة بتتركزها اول حاجة الامانة الاخلاص في العمل الى اخره واغرسها في نفوس الناس اللي اشغالها في المشروع الصغير مواكبة التغيير ان طبعا ان الدنيا تتطور وباستمرار فلابد ان انا احاول المشروع الصغير الى حد ما يتطور مع التغيير واستفيد من الترجات الحاليسه الاتصالات التغزمية اللي هي الاتصالات بين الناس الذين شغالين في المنظمة او في الشركة او في المشروع الصغير بينها وبين بعضي وبين اضرب certainty يا لابد ان انا اعمل على ايجاد ان اتصالات فعالة وتكون الد Fail해 الى حد كبير مكتوبة ووضي شك اللي هو حاليا اللي هي الاتصالات الإلكترونية. التخطيط والاستراتيجية. لابد اننا عنصر أساسي للناس اللي هادروا مشروع صغيرين دايما يستخدم التخطيط. التخطيط بسهل على رؤية المستقبلية، الاحتياط للمستقبل ونضع على الاستراتيجيات اللي هي تكفل تحقيق الاهداف بتاعت اللي أنا حتطل المشروع. بعد كده إدارة المغزون. بمعنى المغزون دعبارة عن أصلاف كتيرة. وبالمغزون دعبارة عن أموال. فلابد اننا أديره بحيث أمنع أي سرقة في المغزون. أمنع أي تلف. أمنع أي تقضب في المغزون. ويكون المغزون إلى حد ما أقل قدر ممكن. عشان أقدر أستخدمه بشكل كويس. وبالتالي بباشتنسنسداف لرأس المال عندي. تدفقات النقدية. أي مشروع صغير بيكون عنده نوعين من التدفقات النقدية. تدفقات دخلة وتدفقات خارج. وتدفقات الخارج اللي هي عناصر أو جنود التكلفة. وتدفقات الدخلة اللي هي عبارة عن المبيعات والأرباح. لابد اننا يبقى فيه توازن في المراحل الأولى بإنشاء دورة حياة المشروع الصغير. مراقبط المصروفات. لابد اننا أتأكد ان المصروفات اللي تصرف هي هي بنفس القيمة ولا يكونش هناك فيه تكرار في الصرف او الصرف اكتر من اللازم. أسباب فشل مشروعات الصغيرة. فيه أسباب كتيرة جدا لفشل المشروعات الصغيرة. عملوا دراسات وبخص توصلت ان هناك مجموعة من الأسباب التي تكون وراء فشل مشروعات الصغيرة. نمرت واحدة. أسباب خاصة بجدوى المشروع. اول حاجة. ممكن بيختار مشروع غير مناسب زي ما قلنا قبل كده. او القصور في اعداد دراسة جدوى المشروع. بعمل دراسة جدوى اي كلام او بواسطة ناس غير مؤهنة. من ناحية التمويل. آآ اسباب الفشل اللي هي الخاصة بالتمويل زي البدء بمشروع رأس مالة اقل من اللازم. او ان انا ابدأ بمشروع رأس مالة اكبر من اللازم. آآ ازباب خاصة بالتسويق زي سوق سياسات التسعير. بعمل سياسات تسعير غير مناسبة. اهمية لدراسة سوق السوق هنا اللي هو العملاء. اللي هم بيشتروا مني. ادرسهم. واعرف هم عايزين ايه? وايه المنتجات اللي هم عايزين او من الثامة. هنتج هلم. هوقفر هلم. عدم الاهتمام بالترويج والاتصال بالعمل. طبعا انا الترويج والاتصال مهمة جدا عشان اعرف العملاء بالمنتجات بتاعتي وبشروط البيع الى اخره. واني يكون علاقتي بالعملاء مستمرة عشان اقدر البي لهم احتياجاتهم باستمرار واي تغيير في ازواقهم اقدر البيه بمنتجات عندي. الادارة. اسباب خاصة الفشل المشروعات الصغيرة الخاصة بها الادارة. نمرت واحدة. الاهمال في التنبؤ والتفتيل. ما جاملش تنبؤ لظروف المستقبلية وما بيعملش تخطيط. وبالتالي ممكن يتعرض لأزمات. الانين الهمال في اختيار فريق العام. ما بيختارش افراد مناسبين لطبيعة الاعمال اللي عنده في المشروعات. عدم الاحتفاظ بسجلات معظم اصحاب المشروعات الصغيرة عادة بيعتمد على الزاكرة او بيستخدم اوراق او مفيش سجلات منظمة. فلابد يعالج النقدة دي ما بيعاندي فيه سجلاتكم منظمة عشان تتاح لتتبع العمل والاداة بتاع المشروع. عدم العناية بتنظيم المشروع ومراجعة هذا التنظيم. دعين الاقار بدون مراعاة الصلاحية. اغلبهم بعيد اريبه. اولاده اخواته اريبه من اي ناحية دون مراعاة الصلاحية. انا اختار الارايب بس يكونوا بيصلحوا للعمل في المشروع. ايضا عدم وجود نظام للاجور والحوافز والعقاب المناسب. لابد ان اضع نظام للاجور والحوافز مناسب يجمع لي ان انا اجزب الاكفاء وفي نفس الوقت فيه يكون فيه نظام للعقاب بحيس ان اي واحد بيخطأ بيتعرب للعقاب. اعمال تفسيط الاجراءات. الاجراءات هنا ليه خطوات الاجراءات العمل. لابد ان انا احاول باستمرار ان انا ادرسها وان انا اذا كان فيه خطوات غير لازمة. وان انا ابسطت الجراءات بتاعت العمل. ازا ما قلنا ايضا عدم الاهتمام بالتدريب. لابد ان يكون فيه تدريب في كل المجالات وبشكل مستمع. عدم الاحتياط لمواجهة المفاجآت. لابد ان انا احطط للظروف المستقبلية. المحاضرة الرابعة اللي هي تحليل بيئة المشروعات الصغيرة. الحقيقة ان ايها مشروع عندي فيه بنوع من البيئة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بنحل البيئة الداخلية بمعنى بندرس العوامل المادية والمعنوية. العوامل المادية زي ايه? العامل المالية زي رأس المال والديون والتكلفة. العامل الفني زي التكنولوجيا نواحة التكنولوجية براقبة الجوة البخوص والتطبيق. المنتجات بتاعت من ناحة جاودة المنتجات ومزيج المنتجات. الأسعار بمعنى مستوى الأسعار الشروط السداد الخاص. شبكة التوزيع بتاعتي ومساعدات المقدمة الوزيد. الترويج بتاعي. عدد الاعلانات. عدد البيعين. مهارة البيعين. العامل ده ده كله ده عامل مادية. العامل معناوية زي صمعة الشركة بتاعتي. بيدرسها. الثقافة بتاع الشركة اللي هي سائدة في الانشاء بتاعتي. بسياسات الشركة. بعد تحليل البيئة الداخلية بنحدد حاجته. نواحي القوة ونواحي الضعف. نواحي القوة بنحاول نحن نستفيد منها في الشغل بتاعنا. نواحي الضعف بنحاول نحن نتخلص منها ونتفادها بشكل تدريدي. البيئة الخارجية عند نوعين البيئة الخارجية عامة وبيئة الخارجية الخاصة البيئة الخارجية للمشروع الصغير دي تأثيرها بيكون عكس البيئة الداخلية بيكون تأثيرها غير مباشرة وأقل تأثيرها أما البيئة الداخلية بيكون تأثيرها مباشرة وتأثيرها كبيرة بالعامل بتاعت البيئة الخارجية العامة بتشمل البيئة السياسية زي الاستقرار السياسي والفساد ومدد الداخل الداخل للفرنشاط عامل اقتصادية زي توزيع الدخل معدل الفايدة، معدل التدخم، معدل النهار معامل سكانية مثل حجم السكان معدل نمو السكان، التغير في السكان، التغير في المعائلة عامل اجتماعية مثل مستوى تعليم ونعداد التأليد، وعمل المرأة، وعمل المعيشة العامل القانونية، القوانين التي هي سئدة في البلد قوانين التي تحرم الاحتكار، قوانين التي تنصف المنافسة المنافسين بتدرس المنتجات الجديدة، الترويج وعدادهم، وعروضهم، واسعارهم الى آخر دول كل هذا بالنسبة للبيئة اللي هي البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجاية الى آخرهم، دول كلهم بيئة خارجية عامل البيئة الخارجية الخاصة، اللي هي بتشمل المنافسين المستهلكين والمردين، احنا شرحنا عن المنافسين المستهلكين عرف عددهم، اسلوبهم في الشرع، اتجاهاتهم الى آخرهم الموردين، وفرت الخامات عندهم، شروط توردهم، أصعبهم، جودة فائدة بعد تحليل البيئة الخارجية الخاصة والعامة، بيئتين بتحديد حتي الحرص اللي هي نواحي الإجابية اللي في السوق والتي يجب أن نستفيد منها بزياد الإنتاج والمبيعات وبعدين بنحدد حاجة الثانية اللي هي التحديدات او التحديدات او القدود او المفاتر البيئية ودي النواحي السلبية او اللي بتحدي من قدرتي على العمل ودي لابد ان انا احددها وحاول ان انا اتكيف معها آخر محاضرة عندنا لها دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة دراسة الجدوى يعني ايه؟ ندرس ونحل الأفكار المشروعات الصغيرة الجديدة من ثلاث نواحي ناحية التسويقية، ناحية الفنية، ناحية المالية، بالترتيب ليه؟ عشان نحدد هل الفكرة دي تصلح نعمل مشروع ولا وتنجح ولا لا اول حاجة الدراسة التسويقية ندرس الفكر هل المشروع صالح من الناحية التسويقية ودي بنحدد فيها المدينة تبقى نمروحة يعني الدراسة الجدوى التسويقية دي تبقى نمروحة بنحدد السوق بتاعه او العملاء اللي هيشتروا مني المنتجات بتاعتي سواء كانوا مستهلكين وخصائص من العافية بنحدد المنتجات التي عايزين يشتروها والسعر اللي هما يبلول هذه المنتجات وبنحدد الطلب على المنتجات بتاعتي ونتأكد مني ان الطلب اكبر من العرض طب لو كان العرض اكبر من الطلب الحالة دي لا ينصح بانشاء المشروع ليه لان الانتاج المتوفر في السوق المعروض اكبر من الطلب وبنحدد ايضا طريقة التوزيع للعمل عايزة في نهاية المرحلة دي اذا كان المشروع ناجح من ناحية التسويقية بيبدأ نخش عليه على الدراسة الفنية وفيه بيهم بتهم تحديد هاللة المشروع الصالح من ناحية الفنية ازاي؟ يعني يشوف عامل الانتاج ومدى توفر بتاعت المشروع لما انا عامل مشروع عايز خامات الخامات متوفرها لا قريبة ولا لا تكلفة نالها العمالة هالموجودة ولا لا وادرافرها لا واسعارها لا لا الطاقة اللي انا لا يزئ المحتاجة هاليا موجودة لا كعربة بنزين سولد ايه الاخر واسعارها ومدى توفر وبدرس النواحي التكنولوجيا اللي هستخدمها فيه الانتاج استخدم تكنولوجيا الجعالية وتكنولوجيا مكافضة والطاقة الانتاجية اللي انا هبدأ بيها والالات اللي انا هنتج استخدمها وموجودة ولا لا او سعرها وادرافرق الاخره ايضا داخل في دراسة الفنية او الجدوى الفنية بندرس المواقع بتاعت المشروع المحتمل باختار الموقع المناسب وبنحدد المباني والانشاءات اللازم اذا نجح المشروع وعدها من ناحية الدراسة الفنية بيخش على اخر مرحلة عند اللي هي الدراسة المالية وفيها بيتم بتحديد هاي المشروع الصالح من الناحية المالية ولا لا وفيها بندرس حاجتي التدفقات الخارجية للمصرفات بدون مصاريخ التأسيس بنحدد ايه هي بنمر اتنين من حد التدفقات الدخلة اللي هي المبيعات والارباح وبنحددها طبعا قلب لك ان الفترة الاولى اللي انشاء المشروع بتكون التدفقات الخارجية اكبر من الداخل وبعدين ايضا بنحدد فترة الاسترداد بتاعة التدفقات الخارجية او مصاريف الانشاء ونشوف ايه فكرة الاسترداد اذا عد المشروع من ناحية التسويقية ثم الفنية ثم المالية في الحالة دي بيكون صالح ينصح بانشاء المشروع والعكس صحيح شكرا 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 شكرا